في موضوعنا خركت وزير الرئيطة دربيل بالعاصمة السلوفينية ليوبوليانا أن الجزائر بادرت بالعمل لترسيخ أليات التعاون فيما يخص المياه العابرة للحدود والمتمثلة في الاتفاقية الثلاثية الأطراف بين الجزائر وتونس وليبيا وضيفة خلال كلمة نلقاها في أشغال الاجتماع العاشر للدول الأطراف في اتفاقية حماية واستخدام المجار المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية بأن المياه السطحية العابرة للحدود بالجهة الغربية للجزائر تعيش آثارا سلبية جراء الممارسات المدمر التي قب بها المغرب مما تسبب بعدة كوارث بيئية بادرت بلاد الجزائر بالعمل على ترسيخ آليات التعاون فيما يخص المياه العابرة للحدود والمتمثلة في الاتفاقية ثلاثية الأطراف بين الجزائر وتونس وليبيا وفي المقابل تعيش الجهات الغربية والجنوبية الغربية لبلادنا آثارا سلبية من ممارسات دولة الجوار المغرب المعرقلة والمدمرة للمياه السطحية العابرة للحدود إلى كوارث بيئية أدت إلى وجه التحديد إلى تدهور نوعية مياه سد حمام بوغرارة بولاية تلمسان بسبب تلوث المياه الواردة إليه من الأراضي المغربية كذلك تراجع حاد في إمدادات المياه من واد غير نحو التراب الجزائري بسبب السدود المقامة في الجانب المغربي من الحدود مما أدى إلى تجفيف ممنهج لسد جرف التربة لفترة طويلة بالأراضي الجزائرية